اشتركوا في القناة هذه المنطقة التي كان هناك الكثير من الأحاديث على تغييرها خلال سنوات ماضية ولكن بدأ الآن إن شاء الله العمل الفعلي على هذه التغييرات سنتحدث بشكل أكبر مع ضيف نشرة النهار من الباحة المهندس محمد الزهراني وكيل من منطقة الباحة للمشاعر مهندس أهلا وسهلا فيك على قناة الإخبارية تفضل إذا نتحدث عن مشروع الداونتاون هنا في المنطقة المركزية في الباحة حديثنا عن هذا المشروع بدء المشروع متى أو مقرر في كم وقت حتى ينتهي هذا المشروع حياك الله أستاذ عبد الله وحيا مشاهدينك في القناة الإخبارية طبعا بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة دكتور حسان بن سعود وبمتابعة حثيثة من سعادة أمير منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط تم بحمد الله الاعتماد المخطات النهائية لمشروع تطوير وتحسين المنطقة منطقة وسط المدينة المنطقة المركزية والحقيقة أنها تضم كثير من العناصر منها بعض التجديدات في الحركة المرورية وخلق ساحات للمشاه والأنسنة نحن نؤكد على موضوع الأنسنة في المشاريع الجديدة كلها اتباعا لرؤية المملكة 20-30 الحقيقة أنها يضم كثير من العناصر طبعا هو على مساحة تبلغ حوالي 190 ألف متر مربع طبعا سيضم ممرات مشاه وسيضم أرصفة وسيضم أيضا مظلات وجلوس وأربعة نوافير هناك وفرنا كذلك حوالي عشرة مواقع السيارات يعني تضم حوالي 680 سيارة طبعا المشروع هو على مرحلتين مرحلة أولى ومرحلة ثانية تكلفته تقارب الـ 14 مليون طبعا سنبدأ في المرحلة الأولى إن شاء الله من جهة سوق الذهب وبالنزول إلى المنطقة الوسطية داون تاون متى البدء للمشروع أول مرحلة الأولى طبعا استلم المقاول المشروع بتاريخ 24-9 رمضان التصميم جاهزة الآن تهيئة والبدء سيكون بذن الله من بداية الأسبوع القادم المدة المتوقعة لانتهاء المشروع طبعا مدة المشروع حوالي سنتين لكن إحنا متوقعين إن شاء الله أن ننجز قبلها بإذن الله لأن المقاول من أبناء المنطقة أساسا وحريص وأيضا للمشرفين عليه متحمسين المشروع وبإذن الله نرى تغيير جذري في المنطقة المركزية بإذن الله بالنسبة للمحلات اللي خلفك المحيطة بهذه الموقع هل سيتم تغيير أم ستبقى مع التجديدات؟ هنا دور الإخوة المستثمرين وملاك المباني المتواجدين الآن في المنطقة المركزية الحقيقة يفترض منهم الآن بمادرة أنه بعد ما يتحسن الموقع وأثناء تحسينه يبدون أيضا هم بتحسين الواجهات وتجميلها ووضعها يعني تكون بشكل لائق يليق بالمنطقة إن شاء الله بذن الله إذا تحدثنا عن أحد أهم الأسواق هو سوق الخميس في الباحة السوق يعني منتشر في هذا الموقع ومواقع أخرى يوم الخميس من الباحة أهالي المنطقة إيش راح تسولهم بالنسبة لأصحاب أو اللي يتاجرون في سوق الخميس كان سوق الخميس وتحول الفترة الأخيرة هذه إلى سوق السبت باعتبار الدوامات وكذا لكن طبعا أخذنا في عين الاعتبار في التصميم وتم تصميم موقع لهم خاص مضلل مجهز بمضلات وأماكن جاهزة لأنه سوق أسبوعه وليس سوقه وسيتم دمجهم مع الحرفيين ومع سوق التمور هناك هذه منطقة راح تكون برضي من ضمن أهم المناطق في المشروع صحيح؟ هذه منطقة مركزية وتعتبر ستكون بلازة مفتوحة مضلطة بالكامل يستطيع الإنسان يعني أنه يتمشى فيها ويمارس هواية المشي طبعا إحنا في الفترة الأخيرة وفي التصميم كنا نؤكد على موضوع المشي وأهميته للمواطن فطبعا فيه تغيير في الحركة المرورية السيارات اللي تكون متواجدة هنا تسكن ساحة وبلازة وشوية موافير يعني حتوض فيه شكل جيد على المنطقة بين الله عساكم القوة شكرا لك بش مهندس شكرا لك حياكم الله وسعيد بلقاكم شكرا للمهندس محمد الزراني وكيل أمين منطقة الباحة للمشاريع حسنا نتكلم معها في هذا الموقع يعني هذه المحلات هي متعتبر محلات الحرفيين هذه كلها ستزال بالكامل لاوجود لأي سيارات في هذا الموقع ستكون مواقع معينة لتواجد السيارات مساحة كبيرة لممارسة المشي للاستمتاع بصريا ستكون أجمل أنا أتكلم نحي معك حسن والبرق يضرب فوق شكرا جزيلا لك يعطيك العافية عبدالله الراشد من الباحة وأشكر كذلك ضيفك الكريم ووقتا سعيدا